البنك الأهلي المصري أعلن خلال الأيام اللي فاتت عن إطلاق حملة ترويجية اسمها اشترك فعل اكسب واللي بتستهدف عملاء محفظة الأهلي فون كاش الجدد والمشتركين في الخدمة واللي بعد تفعيلهم للخدمة هيتم إضافة جوائز مالية تشجعية شهرية على رصيد محافظهم الإلكترونية في الفيديو ده هتتعرفوا على تفاصيل أكتر عن حملة البنك الأهلي الترويجية الأخيرة وقيمة الجوائز المالية كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي المصري قال إن حملة اشترك فعل اكسب بتهدف لتشجيع العملاء على استخدام المحافظة الإلكترونية وده لتقليل معدلات التداول النقدي بين الأفراد خصوصا في ظل الظروف الأخيرة اللي لازم فيها مراعاة معايير الصحة العامة لمنع انتشار الجائحة الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي المصري قال كمان إن حملة البنك الأخيرة جت بعد الطفرة في الخدمات الرقمية اللي حققها البنك الأهلي المصري وده من خلال تشجيع مختلف شرائح العملاء للتعامل بالمحافظة الإلكترونية في المدفوعات للاستفادة من البنية التكنولوجية القوية اللي بيمتلكها البنك في كل أنحاء الجمهورية واللي كمان بيسعى البنك لتطويرها بصورة مستمرة خلال الفترة اللي جاية باستثمارات مالية كبيرة كريم سوس أكد كمان حرص البنك الأهلي المصري على تنفيذ توجيهات الدولة والبنك المركزي في التوسع في تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي اللي بيعتبر أحد أهم أولويات الدولة وإن البنك الأهلي المصري بيهتم بتسهيل إجراء عملاء معاملاتهم المالية عبر الخدمات الرقمية وبأعلى معدلات الأمان وده بيدفع البنك بشكل مستمر لطرح وتقديم العديد من الخدمات المتميزة والمنتجات المبتكرة وكمان القنوات البديلة وده في الوقت اللي قالت فيه إنجي حراز مدير عامل خدمات المصرفية الرقمية في البنك الأهلي المصري أن الحملة الترويجية بتستهدف كل شرائح العملاء الجدد من أصحاب المحافظة الإلكترونية الأهلي فونكاش وأنه عند تفعيل العميل واستخدامه للمحفظة وإجراءه أول معاملة مالية هيتم إضافة جيزة مالية تشجعية بقيمة 50 جنيه على رصيد المحفظة وهيتم إضافة المبلغ على المحفظة في كل أسبوع وده من بداية شهر إبريل الحالي وحتى نهاية شهر ديسمبر 2022 وبإجمالي مبلغ بيوصل لـ 1800 جنيه خلال 9 شهور وأن جميع المعاملات المالية ضمن شروط الحملة ما عاد استقبال الأموال محفظة فونكاش هي خدمة بيقدمها البنك الأهلي المصري من خلال تطبيق إلكتروني على تليفون المحمول واللي ممكن أنه يستخدمها عملاء البنك وغير العملاء كمان وبيسمح البنك بالاشتراك في المحفظة الإلكترونية فونكاش من خلال الموقع الرسمي للبنك الخدمة دي مقدمة لعملاء البنك الأهلي المصري اللي عندهم بطاقات ماستر كارد وفيزا ائتمان أو خصم مباشر أو المدفوعة مقدما أو المرتبات ومن خطوات الاشتراك في الخدمة هي إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول للعميل المتسجل في البنك لاستقبال الطلب بنجاح بعدها النظام هيتحقق من البيانات ويرسل رمز التحقق على الهاتف المحمول ثم بعد كده إدخال رمز التحقق ويتأكد النظام من صحة الكود وتفعل الخدمة توقيتم توقيتم أثنان